التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الصالح مسؤولة قسم شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية والكومنولد في المملكة المتحدة البريطانية هيلين وينترتون وبسفير المملكة المتحدة مايكل أرون للاطلاع على المسجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأشهد نائب الرئيس بدور المملكة المتحدة في دعم الشرعية ومساندة أبناء الشعب اليمني مجددا إدانة بلادنا للسلوك الهمجي الإيراني باحتجاز رئيس البعثة البريطانية في طهران وقدم الوفد البريطاني تعازيه وإدانته للقيادة السياسية ولليمنيين جراء استشهاد عدد من العسكريين والمدنيين بمحافظة مأرب في جريمة بشعة للتكبة ميليشيا الحوث الإنقلابية المدعومة من إيران بقصة صاروخية نفذته على أحد المساجد بالمحافظة وتطرق نائب رئيس الجمهورية إلى عدد من القضايا والموضوعات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها سير تنفيذ اتفاق الرياض والجهود المشكورة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وقال نائب الرئيس خلال اللقاء أن تنفيذ اتفاق الرياض بكل جدية ومصداقية هو أقوى سلاح مهدد لكيان الانقلاب الحوثي الإيراني حيث يعني أساسا بتوحيد الجبهة المناهضة لمشروعه الطائفي المذهبي وأكد نائب الرئيس حرص الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الربو مصور هذه رئيس الجمهورية على تنفيذ الاتفاق نصا وروحا وبما يسهم في اصطفاف اليمنيين وتحقيق هدف إرساء السلام الشامل واستعادة دولة اليمنية وبناء اليمن الاتحادية المكون من ستة أقاليم وتطرق نائب الرئيس إلى الأوضاع الإنسانية التي يعيشها ابناء الشعب اليمني وما يعانيه المواطن في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية جراء استمرار الانتهاكات ونهب الحقوق والمساعدات الإغاثية منوها إلى التداعيات الإنسانية الكبيرة لعرقلة الحوثيين لاتفاق الحديدة المنبثق عن تفاهمات السوكولم وجدد نائب الرئيس التأكيد على استمرار دعم الشرعية لجهود المبعوث الأممي لدى بلادنا مارتن غريفث ودعمها لإحلال السلام الدائم المبني على المجاعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخارجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 22-16 وعبر نائب الرئيس خلال اللقاء عن تقديره وشكره للأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم الدائم والمستمر للشرعية ولأبناء الشعب اليمني من جانبهم أكد الوفد البريطاني على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها مجددا التأكيد على دعم المملكة المتحدة للشرعية ولجهود إرساء السلام الدائم في اليمن والاستمرار في الدعم الإغاثي والإنساني لليمنيين